اشتركوا في القناة لتأثير في مصارى هذا الملف الذي يرتكز على ثلاثة عناصر هي بمثابة خطوط حمراء غير قابلة للنقاش والتفاوض في معالجته لهذا الملف وهي تحديد الاطراف المعنية بالنزاع الاقليمية حول الصحراء المغربية وتكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل الأممية والتأكيد على مبادرة الحكم الذاتية كحل وحيد وأوحد للنزاع الاقليمية وفي ذات السياق وفي أول رد فحل مغربية قوية كشفت مصادر جيدة لطلاع عن المملكة المغربية قررت وقف جميع الاتصالات مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا وذلك بعد زيارته المفاجئة لجنوب إفريقيا حسب ذات المصادر فقد اشترط المغرب على الوسيطة الأممية ستيفان ديمستورا وضع جدوى الزمنية لعقد الموائد المستديرة بمشاركة الطرف الجزائرية بعطباره معنية بالملفة وتبعت المصادر نفسه أن المغرب قد اشترط أيضا وقف كافة الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية على الحدود المغربية مقابل عودة المغرب للحوار مع الوسيطة الأممية وكانت زيارة ستيفان ديمستورا المبعوثة الأممية إلى الصحراء المغربية إلى جنوب إفريقيا قد ظهرت ردود فعل رسمية وحزبية قوية داخل المملكة المغربية إذ اعتبرت الرباط أن هذه الخطوة تجاوزت صلاحيات المبعوثة الأممية وخرجت عن الإطار الذي يحدد دوره في الوساطة بين الأطراف المعنية بتسوية النزاع نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء